اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة البارد المرافقة لهذا المنخفض الجوي وريح قوية مثيرة للأتربة والغبار خاصة في المنطقة الشرقية متوقع يوم الجمعة وبالتالي التقصي يكون عاصف بالمجمل صوى الأقمى الصناعية المنطقة خلال ساعة صباح اليوم توضح انتشرة لكمية من الغيوم المنخفضة والمتوسطة والعالية في عموم مناطق المملكة هي عبارة عن مقدمة لمنخفض جوية تمركز إلى الغرب من تركيا هذه الغيوم المرافقة وهو ستتقدم تدريجيا خلال الساعة القادمة نحو المملكة لتصبح الأجواء من جديد ماطرة وباردة أشد برودة من نهار اليوم يوم الجمعة حيث تأثر مملكة بهذا المنخفض الجوي الذي تم تصنفه على أنه من الدرجة الثانية نبقى نتحدث عن هذا المنخفض الجوي نستعرض تفاصيل والظواهر الجوية المرافقة له وشدتها حيث أن المنخفض الجوي سيكون من الدرجة الثانية الاعتيازية كمية الأمطار ستكون بين العشرة والأربعين مليمتر سرعة هبات الريح ستكون قوية تسعين كيلومتر في الساعة قد تلعمس المائة كيلومتر في الساعة خاصة في المنطقة الشرقية والجنوبية العدد المناطق المشمولة ستكون هي الشمال والوسط وأجزاء من المنطقة الجنوبية مدة تأثيرية 24 ساعة درجات الحرارة ستكون بين 2 و 8 درجات مئوية أما الثلوج متوقع فوق القمام الجبلية العالية الشمالية الوسطى والجنوبية بإذن الله نذهب الآن لاستعراض خراءة توزيع الأمطار المتوقعة خلال الساعة القادمة حيث يوم الخميس ليلة الخميس على الجمعة تأثيرات مقدمة المنخفض الجوية تأثرنا فيها خلال ساعة نهار يوم الخميس تتراجع تدرجيا خلال ساعة الليل لكن تقترب كميات من غيوم الماطرة المرافقة لهذا المنخفض الجوي من المملكة حيث تستمر فرص الأمطار ضعيفة نوعا ما خلال ساعة ما بعد منتصف ليلة الجمعة لكن تبقى فرصها مهيئة بشكل ضعيف في أقصى شمال المملكة هذه الجبهة الهوائية الباردة المرافقة لهذا المنخفض الجوي تقترب من المملكة خلال ساعة صباح يوم الجمعة لتعبر أجواء المملكة اعتبارا من ساعات الصباح المتأخر وساعات الظاهرة من يوم الجمعة وبالتالي خلال ساعة الصباح المتأخر وظاهرة يوم الجمعة تصبح الأجواء عاصفة ماطرة زخارة الأمطار قد تتلافق مع تساقط لحبات البرد قد تكون متراكمة في بعض الأماكن بما فيها العاصمة عمان وأيضا تصبح الهطولات ثلجية فوق القمام الجبلية العالية متراكمة فوق الألف واربعمائة متر قد يتدنى الارتفاع لفترات محدودة وقصيرة إلى ما دون هذه الارتفاعات بإذن الله اعتبارا من مساء يوم الجمعة تبتعد الجبهة الهوائية الباردة لكن تهب على مملكة ريحة غربية رطبة وباردة تعمل على استمرارية فيه طول زخار الأمطار المتفرقة على فترات خاصة فوق المنطقة الشمالية والوسطى وأجزاء الشمالية من المنطقة الجنوبية تستمر فرص الأمطار خلال ساعة ليلة جمعة للسبت وتستمر حتى الساعة الصباح الباكر من يوم السبت خاصة في المنطقة الشمالية على أن يتراجع ويبتعد هذا المنخفض الجو بشكل كامل اعتبارا من ظهر ومساء يوم السبت بإذن الله ليمي للتقص مجددا للاستقرار نستعرض الآن وإياكم خراءة توزيع الرياح المتوقعة اعتبارا من يوم الخميس وحتى يوم السبت حتى هوب على المملكة الرياح الغربية نشطة السرعة هي مرافقة لهذا المنخفض الجوي هبات الرياح كما ذكرنا تلامس 90 كم في الساعة قد تتعدى وتلامس 100 كم في الساعة تعمل على حدوث موجات غبارية وتدني كبير في مدرورية الأفقية في المنطقة الشرقية والمناطق الصحراوية بشكل عام يوم الجمعة إذن يكون التقص ماطر ورياح قوية وبالتالي سيكون التقص بشكل عام عاصف في أغلب مناطق المملكة نذاب الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار الخفيفة لكن التقص بارد بشكل لافت 5 درجات مئوية الملموسة 2 رطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة بالنسبة لتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة يوم الجمعة تكون الأجواء عاصفة كما ذكرنا رياح نشطة زخات من الأمطار زخات من البرد أيضا وبعض زخات من الثلوج لفترات قصيرة خاصة خلال عبور الجبهة خلال ساعة الصباح المتأخر والظاهرة فوق قمام الجبلية العالية 7 درجات مئوية كحرار العظمى الصغرة 3 درجات يوم السبتمية التقص الاستقرار تدريجيا ترتفع قليلا درجات الحرارة 10 إلى 7 أما يوم الأحد يستقر التقص بشكل كامل وترتفع درجات الحرارة لتصبح حول معدلات المثليات الوقت العام 14 إلى 7 درجات مئوية بعد من نهشرتنا للقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة